إلى العراق حيث تفيد الأنباء بمقتل ثلاثة متظاهرين وإصابة أكثر من أربعين آخرين جراء إطلاق قوات الأمن الرصاص وقنابل الغاز المسيل الدموع على المتظاهرين بالقرب من ساحة التحرير وسط بغداد وقالت مصادر محلية أن اثناء من الضحايا قتلا بالرصاص الحي في حين لقيا الثالث حتفه جراء إصابة مباشرة بقنبلة غاز مسيل الدموع أطلقتها القوات الأمنية جددت المرجعية الدينية العليا في العراق مساندتها للاحتجاجات المتواصلة في البلاد وأكدت على ضرورة الالتزام بسلميتها كما ونددت الاتداء على المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة ودعت المرجعية الدينية في بيان لها إلى ضرورة الإسراء في إقرار قانون منصف للانتخابات يعيد ثقة المواطنين في العملية الانتخابية